ما تزال ليبيا تسجل أعدادا يومية بالمئة بين جديدة ومخالطة بفيروس كورونا في وقت أعلنت فيه عدد من المدن ومنذ مدة عن إغلاق مراكز العزل فيها بسبب انهيار الوضع الصحي ونقص المواد المشغلة والمسلزمات والعناصر الطبية فيها أبرز المناطق التي أعلنت إغلاق مراكز العزل فيها كانت الزهرة وسرمان وحيلندلوس وسبها إضافة لأغلب بلديات جبل الغربي بسبب النقص الحادي في وقود تشغيل المولدات الكهربائية والنقص الحادي في المواد التشغيلية والكوادر الطبية أما في المراكز التي ما تزال تستقبل الحالات المصابة فيرى المواطنون أن وضعها سيء وينقصها الكثير فيما يكابد المرضى والكوادر الطبية والطبية المساعدة على حد سواء في محاولة تدارك الأمر فيها بأقل الإمكانيات في ظل نقص استوانات الأكسوجين فيها وأيضا نقص مواد التشغيل والمستلزمات الصحية والطبية ومع ازدياد أرقام المصابين فإن غالبية من التقت الفيروس يقومون بحجر أنفسهم منزليا فيما أصبح هذا الإجراء نصيحة طبية في جل المدن مع بعض الإرشادات الصحية للمريض فما من سبيل آخر لدى الأطقم الطبية وكذلك المصابون سوى العزل المنزلي فيما تستمر الدعوات بدعم القطاع الصحي في مختلف المدن اشتركوا في القناة